أكد رئيسه الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ياسر الهوضيبي أن جلسة الحوار الوطني شملت مجموعة من مقترحات وتوصيات الأحزاب السياسية كما صراح الهوضيبي بأنه توجد لجنة لجمع تلك التوصيات ورفعها للرئيس عبد الفتاح أسيسي للبحث في أمرها الترحات والتوصيات كل حزب بيعرض توصياته في الآخر اللجنة هتجمع هذه التوصيات وترفعها للسيد الرئيس ليرى شؤونه في حدود اختصاصاته الدستورية والقانونية أهم هذه التوصيات التوصية الأولى اللي شافها حزب الوفد وضرورة الإبقاء على عدد الخمسة ألاف مواطن كتوكيل لإقرار أي حزب أو اعتماده التوصية الثانية ضرورة تمويل الأحزاب لأن الأحزاب هي مؤسسة من مؤسسات أي دولة في العالم والاقتصاد هو عماد أي مؤسسة النقطة الثالثة إن حزب الوفد أيضا بيرى أنه لابد من إقرار مادة في القانون الجديد لتحديد إجراءات كيفية الاندماج بين الأحزاب وبعضها البعض لأن عدد الأحزاب عدد كبير جدا فيتيح الاندماج وفقا لإجراءات معينة ويبقى طبعا اندماج اختياري وليس اندماج إجباري